السلام عليكم معكم فدوا وقناة كتوتيل ووصفة ديالتنا اليوم هي وصفة ديال الخبيزات من السمين كي يجيو خفاف عجينة ديالهون سيطة جدا وسهلة من السمين وخفاف من اسهل ما يمكن لكم انكم تحضروا بالنسبة بمناسبة العودة للمدارس كي يجيو اكتر من رائعين بالنسبة للاطفال كي يمكن لكم انكم توجدوهم الفطور او الكوتي لزم بشرة لطريقة تحضير والمقادير وفرجة منتعة سنبدأ اول حاجة بالكاس ديال الحليب هنا دائما العبار كنا نعبر بكاس ديال العلبة او كاس الشاي اللي الوزن دياله ميوستين ميلي لتر كاس الحليب اللي يكون دافي باش هكا كي يساعدنا على ان الخميرة تفاعل بسرعة ضفتليه هنا هي معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية او خميرة الخبز وغد نضيف ملعقة كبيرة ديال السكر نسبة السكر تيساعدنا على ان الخميرة تفاعل بسرعة كي يساعدها لانها تفاعل هناك نخلطها بالطرر باليدوي حتى يدوب ليدك السكر والخميرة ومن بعد غدي نغطيها نخليها تفاعل لها تقريبا واحد خمستاشر دقيقة حتى يبال ليا الوجه ديال الحليب فيه ديال الخميرة متفاعلة ومن بعد غدي نكب هنا بعد ما خليته خمستاشر دقيقة هكا تشوفوا الخميرة كي ستنطخع للصبح ديال الحليب غد نجيب كيس ديال السكر الفانيل منسا بالفانيل اللي يوز دياله سبعة رسالة خمسة كرام وغد نضيف ربع كأس ديال الزيت زيت النباتية غد نضيف حبة ديال البيض اللي تكون بحرارة الغرفة وغد نضيف تقريبا واحد ربع ملعقة ديال الملح دائما باش كتتصحح لنا الضوء للحليب غد نخلط هاد السيت والحليب عفوا زيت والبيضاء مع الحليب جيدا حتى غد نساجموا اليا والليلي خالط لي هو من جانس عاد مش غد نضيفه المنتسمات والدقيق هنا صافي غد نحيي تضره باليدوي غد نكمل فقط باليدين غد نضيف اولا ملعقة كبيرة ذيال زنجلات المنقي ومحمر كيف كلكم طحنه كيف كلكم انكم تخليوا حب كبير من بعد غد نضيف هنايا النافع او حبة حلاوة اللي متوفرة عندكم غد نضيف منه ملعقة كبيرة بالنسبة للدقيق غد نضيف جوش الكؤوس الاولى ديالتقيق وما هادو طفتهم وغد ندى كنخلط كنخلط باليدين كلكم اللي عندها العجانة تتخدم العجانة وغد نخلط بحال هكا حتى غادي نساجموا لي هاتكل عناصر باش منتطرش انني نضلك العجين مدة طويلة كنضير هكا جوش الكؤوس الاولين وسنحاول انني نخلطهم حتى كيختفي هاداك الدقيق من بعد فرش كيختفي ليه الدقيق غد نضيف الكأس التالت دائما لعبار كأس الشاي او العنبه وغادي نخلط العجين ديالي بحال هكا نحاول انني نضلكه جيدا انجمع وحتاج جمع ليه واختفي ليه هاداك الدقيق كي كتشوفو ثلاثة الكيسان كافيين فاد العجين العجين اخصا تكون كتلصق بحالكة في اليد باش يجيوكم بخبيزة ديالكم خفاف كتكون بحالكة كتلصق في اليد صافي ما غديش نضيف الدقيقة نضيف هنا يا ملعقة كبيرة ديال الزبدة كيمكن لكم انكم استغنوا عليها ولكن كتعطينا خفاف في هادا العجين غدي نحاول اني ندخلها في العجين شوية بشوية وانلي كندلك دائما حتى كتجمع ليه العجين وكتولي كورا اللي هي لينا وعطينا الطرق غدي نبقى كندلك فيها بحالكة تجمع ليه بني الدية وتشرب ليه هذه الملعقة ديال الزبدة ومن بعد غدي نخليها ترتاح بالنسبة لهذا العجين كتخليوها ترتاح تقريبا واحد نصف ساعة حتى كتشوفوا انها تضاعف الحجم ديالها وعجينة ديال تكون تضاعف الحجم ديالها هذا باش يمكننا انا نخدمه بها هنا غدي نغطيها بالبلاستيك الغدائي نخليها ندوز نصف ساعة مطلقا وش تكملو الوصفة ديالي هنا من بعد ما دازت نصف ساعة العجين وتضاعف الحجم دياله غدي ندوز باش ننشكله على شكل كوائرات هذا هو العجين بعد ما كي خمر غدي نضيف ان ناخد هنية الزيت باش نقلد انني نشكل كوائرات بلاش ما تلصقل ليه العجينة في السطح ديال العمل او لف اليدين غدي ناخدها بحالك كغنها بطمنها الهواء اللي تكون فيها وغدي نحاول انني ندير منها كوائرات بالنسبة لهذه العجينة غدي تعطيكم واحدة تسعودية الكوائرات او تسعودية الخبيزات المتوسطين في الحجم بحال هذا الحجم هذا إذا انتم ما بغيتو حجم اصغر يمكنكم انكم ديروا منها حتى ال 12 ار خبيزة بحال هكا سوف نستعمل دائما بالزيت سوف نبقى نقص في الزيت ونقطع العجينة الواحد الكوائرات التي تكون متوسطة بحالك ونضعها غدي نستمر بحالك حتى نكمل العجين ديالي كامل حاول انني نقرصه بحال طريقة ديال المسمن عادة يعني عينكم نزعنكم حتى تكملوا العجينة ديالي من بعد هنا ما كملت العجينة ديالي كنضغط عليها كغير الاصابع ديالي تتكون لي نضغية كتطلق ونضغط عليها هنا فلح وشوة شوكولاتة الدهن كيمكن لكم انكم تتغنيوا الى هاد المرحلة يلا بغيتوه بخاويين يعني فقط انكم تكوروهم بحالف الشكل الاول وتوضعهم مباشرة بصينيا انا بغيت ندير فيهم الشوكولاتة بحالكة لانهم كيبغيوهم لأولاد بشوكولاتة كنوضع ملعقة صغيرة في كل دائرة بحالكة وسنحاول انني نجمعها لها هنا كتشوفوا العجينة ستكون طريقة لينة يعني كتساعدكم الى انكم تحكموا فيها قدي تاخدوها بحالكة وكتحاولوا انكم تجروا من الجوانب جروا العجينة باش شوكولاتة يبقى الداخل وما يخرش لكم دائما كتجروا بحال هذه الشكل وكتحاولوا انكم تغطوا جيدا باش هكا يبقى شوكولاتة الداخل وما يخرش لنا في الفور سنستمر هنا بحال هذه الشكل ونقرسها دائما نقرسه جيدا ونقرسه من الجوانب باش هكا الشوكولاتة بقى دائما داخل نقرسها جيدا حتى غدي نغطيها للشوكولاتة بحالكة ونضير منها الكورة او الخبيزة بحالكة ونحطها حتى ننسى لقاع العجي اللي عندي او لقاع الخبيزات اللي عندي ان نكملهم حتى باش غدي نوضعهم في الصينية اللي كدخل الفرن من تسبال الصينية كيمكن لكم انكم تكتافيوا فقط ادهنوها بالزيت وتوضعوا فيها العجين او لا انا 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 جبت صينية اللي فرشت فيها ورق ديال الطهي وغدي نوضع فيها الخبيزة ديالي بحالكة حاولوا انكم تبعدوا بيناتهم لانهم كيتنفخوا في الفرن وكيتنفخوا فشتي خمروا هنا يا غدي نخليهم يخمروا تقريبا واحد نساعة الجو سخون يعني ضغياء غدي يخمروا ومن بعد عدد باش نطلقها واش ندهنوهم من الفرق هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالهم وخمروا لي او الخبيزة ديالي كنجيب اصفر بيضة اللي ضفت ليه كيس ديال السكر الفاني باش هكت يحيدا ليه رائحة ديال البيض كيمكن لكم انكم تضيفوا حتى القهوة سريعا ديالبان كيبقى لكم الاختيار هنا انا اكتفيت بصفار بيضان لبضعت معا كيس ديال السكر الفاني كيبقى لكم تضربتوا جيدا وغدي ندهن به الخبيزة ديالي بحالكة من الاعلى غدي ندهن الدهن الأولى وغدي ندهن الدهن الثانية كلما دهنتوا الخبيزة ديالكم او البريوش ديالكم كلما كان كيعطي اللون احسن وكيجي محمر احسن غدي ندهنوا بحالكة وغدي ندخلوا الفران دائما الفران ديال المخبوزات نصيحة لكم هي انه يكون سخون جيدا باش هكا كيساعدة لان المخبوزات يزيدوا يتنفخوا بالفرن ويجيوا هنا خفاف ومشي من الداخل سوف ندهن الفرن اللي يكون بحرارة مرتفعة ونخليه تقريبا في ربع ساعة الأولى تكون حرارة مرتفعة نعود نقص لها شوية ونخليه حتى يتحمر وياخد اللون الدهبي ونتلقى وشنوريكم الشكل النهائي دياله كيكيجي انا هنا مرشيتش عليه جنجلان كيبقى اختياري كيلكم انكم تضيعوه من فوق كيكاليكم انكم تكتفيوا به فقط بحرارة هنا من بعد ما خرجت خفيزة ديالي من الفرن غدي نخليه حتى يبردو جيدا عاد باش نقسم بكم واحدا هنا كيكا تشوفو ركيجيو طبيم فشين وخفاف وكيجي فيهم شوكولاتة في الداخل روعة يعني كيجيو من قلد ما يكون هنا غدي نقسم لكم واحدا بشوفو الشكل ديالها من داخل كيكيجي هذه هي الخفيزة ديالي من الداخل كتجي جيد رائعة كاتمنانا الوصفة دياليوم بنالاعجابكم وإلعجبتكم دائما ما تنسوش تشجيعاتكم وتعليقكم في خانة تعاليق واضغطوا على زر الاعجاب يلعجبكم هذا الفيديو بارتاجيوه مع الأصدقاء ديالكم في الواتساب وفي الانستغرام فايسبوك باش هكا يطبقوهم وبنسبة المتتابعات الواتيات اللي دائما تطبقوا الوصفة ديالي ما تنسوش تصفتو اليد طبيقاتكم في حسابي في الانستغرام باش نشاركها في ستوري وإلى الفيديو القادم بحول الله ترجمة نانسي قنقر